اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكل متابعي انات اندرويد 18 ولا عدلوني يوم امس ما نشرت يا شباب بسبب يعني بعض الظروف الخاصة والشغل وما لذلك فاتمنت عدلوني شباب يضيف الى ذلك كان عندي فيديو كان يخص كود موبايل ولكن للأسف اجلته الى الى حين اليوم راح اشارك معكم تطبيق هذا راح يكون مخصص لاجهة الاندرويد اوكي اول شي اللي ريدي استخدم القود اللي انا راح اوضعه لك الحين في التعليق المثبت او في زي ما تشوفون على شاشة الجهاز هذا القود اذا تستخدمه ايضا اكيد انك راح تكسب نقاط اضافية يعني انت تكسب مني وانا اكسب منك اذا ما تريد تستخدم قودي فضلا اكيد وليس امر استخدم قود اي شخص هذا اقل شي يا شباب يعني حاول تفيد نفسك او تفيد الناس اللي معك اوكي مش شرط انك تستخدم قودي شباب اوكي المهم استخدم قود سواء صديقك او اي شي حتى تحصل نقاط اضافية شباب بالاضافة الى هذا التطبيق رهيب جدا يا شباب ويخص اجهزة الاندرويد زي ما خبرتكم لكن اول شي يجب ويطلب منك ان تسوي تسجيل دخول هذا اللي انصحك به يعني حتى قبل ما تبدأ اللاعب لماذا لانه بعد ما تسجل دخول حتى لا قدر الله تفرمت جهازك مش عارف انا اي شي حدث المهم انك تسترجع النقاط اللي انت كسبتها اوكي راح اريكم الواجهة اولا شباب فيما يخص البطاقات اللي يمكن نسحبها زي ما تشوفون يعني بطاقات امازون بالاضافة الى بايبال وبطاقات جوجل بلاي بطاقات ايتونز ستيم اكس بوكس بلاي ستيشن يعني كل البطاقات متوفرة يا شابب وتحصلها بطريقة رهيبة جدا وسهلة جدا يا شابب الحين يعني ما راح تقول لك لا مهمة ولا اي شي فيما يخص التطبيق السابق اللي شرحناه كان يخص وزي ما خبرتكم يعني بكون صارح معكم واكون صارح معكم في كل الفيديو هذا انه في افضل يلي اجهزة الاندرويد في التطبيق السابق اجهزة الاندرويد اذا تريد تحصل نقاط او تحصل وتربح بطاقات رح اخليلك رابط الفيديو اللي شرحت فيه عن اللي خص اجهزة الايفون في وصف هذا الفيديو يمكن تشيك عليه وتشوف اه شي اللي يناسبك لانه هذا التطبيق اللي اشرحه الحين مش متوفر لاجهزة الايفون فقط متوفر لاجهزة الاندرويد هنا يعني حتى لاني شاهد عديد من التعليقات يطلبون مني الشرح وايادة الشرح لخص التطبيق السابق اللي اسحب منه تقريبا غالب المرات لكن هذا التطبيق جديد راح اريكم اتباط سحب لاحقا باذن الله يا شباب حتى تتأكدون ايضا لانه التطبيق ايضا صادق وهذا مش اعلان حتى نكون وضحيني يا شباب هذا اجتهاد شخصي حتى افيدكم كيف تكسبون بطاقات جوجل بلاي اذا تريد تشحن العابك مجانا والطريقة بسيطة يعني ما راح تاخد منك وحتى هذا التطبيق افضل شوي لما لانه ما تسوي مهمات ولا اي شي اول شي شباب اذا تريدون نشرح الحين راح ندخل مباشرة في الشرح زي ما تشوفون في صناديق يومية في صناديق خمسة صناديق تفتحها اذا تشاهد اعلانات تفتحها وتحصل يا اما كوينز يا اما تحصل دولارات او سنتات من الدولارات دولارات افضل شيت والله ما راح احدفها في المونتاج اوكي ماليش المهم شباب ايضا تفتح باكيج او صندوق يومي ايضا راح تحصل منه سواء كوينز او دولارات اوكي لكن الشي الشي اللي انصحكم به شباب واتمنى لكم تسوونه انك تستخدم ايضا قود الدعوة سواء زي ما خبرتكم اذا تريد تستخدم قودي هو موجود امامك اذا تريد تستخدم قود صديقك فلكذلك ايضا المهم انك هذا مطلوب منك لماذا حتى يعطيك تفتح لك ميزات اكتر يا شباب اوكي واكيد انك تكسب وتكسب نقاط اضافية او تشارك التطبيق على سواء على فيسبوك او اي ان كان على منصات التواصل الاجتماعي حتى تكسب ايضا نقاط اكتر من اصدقائك ايضا اوكي فيما يخص هذا البطاقة الحين اه زي ما تشوفون اه نجمع تمنتاشر فاصل اه سفر سبعة سنت من الدولارات اوكي هذا يعني في اول شي يا شباب راح اوريكم اه كيف وصلنا هذا المبلغ لانه في هذا المقطع في منتاج يا شباب راح تشاهدون انه في كان عندي سبعتاشر اه دولار منذ يومين يعني اه بداية اشتغالي على هذا التطبيق منذ ان اشارت معكم البوست على 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 اليوتيوب اكيد لاني ما شاركتو معكم على القروب اوكي المهم شباب طريقة اللعب هي انك فقط تجمع هاد المربعات زي ما تشوفون تحاول تجمع الالوان المتشابهة مع بعض وتفجرها لماذا حتى تعطيك دولارات هذه الاستراتيجية اللي راح تفيدكم يعني زي اذا انت تلعب كاندي كراش او سبق لك ولاعبت كاندي كراش هذا التطبيق راح يجيك يعني ورح يتضح لك انه اسهل استخدام يعني ما في لا مهمة تسويها ولا اي شي فقط تلعب بشكل يومي ورح تحصل البطاقة اكيد ما راح تقول لك انك راح تحصلها بيومين او ثلاث ايام هذا يعتمد عليك اول شي فممكن اذا انت تلعب على هذا التطبيق باستمر فاكيد انك راح تحصل البطاقات بشكل اسرع بخصوص بطاقة الميئة دولار او سواء الكوينز اللي راح تحولهم هذا يعني الشي المؤكد يا شباب وبإذن الله راح اوريكم طريقة اتبات السحب لاحقا وكيف في فيديو اخر الحين راح اشرح لكم فقط عن التطبيق وطريقة الاستخدام زي ما خبرتكم اذا تستخدم اذا انت تلعب لعبة كاندي كراش اكيد انه هذا التطبيق راح يساعدك بشكل كبير لما تجمع النقاط لماذا خبرتكم اذا تجمع النقاط بشكل اكبر والمربعات بشكل اكبر اللي تكون بذات اللون معا في مستوى واحد بعدين تفجرها حول جمعها اكتر راح تعطيك اكيد انه 95% راح تحصل دولارات يعني ما راح تعطيك كوينز لما تفجرها ويعطيك ممكن انك تشاهد في بعض الاحيان فيديو وخلاص او تسحب اذا تريد متشاد وتاخد العملات مباشرة او الكوينز مباشرة هاد عجلة الحد زي ما تشوفون يعني انت وحدك في بعض الاحيان وما تعطيك وفي بعض الاحيان تعطيك سواء كوينز واغلب شي هاد العجلة تعطيك كوينز ما تعطيك دولارات حتى نكون واضحين يا شباب او ما تعطيك كوينز اصلا يعني انت وحدك كل يوم تسحب خمس مرات او كل ساعة ونصف تسحب يعطيك هذا النجوم بعدها تسحب تلك النجوم يعني خمسة لما يكتمي لالعدد راح تنتظر ساعة ونصف على ان تحصل النجمة الاولى يعني بشكل عام ممكن تنتظر تقريبا يوم حتى تعيد الشحن بنفسها الى نفسها اوكي حتى نكون واضح زي ما تشوفون المهم الحين ايضا راح اوريكم طريقة اللعب زي ما خبرتكم شاباب ورح تتأكدون انه راح نحصل ايضا دولارات لانه زي ما تشوفون بالاعلى الحين انه سبعتاشر فاصل سبعتاشر دولار فاصل ثمانية وربعون سنت اوكي كيف وصلنا طمانتاشر دولار او زي ما خبرتكم انا يومين يعني فقط اللي صورت وراح نشالكم معاكم الحين لانه كنت اريد يعني استنتج هال التطبيق يعني سهل الاستخدام ام لا اما الدفع فمئتان بالمئة يدفع يا شاباب اوكي المهم زي ما تشوفون يعني بعد ما تجمع يعني بهذا الشكل زي ما تشوفون اعطانا الحين سواء تشاهد فيديو تاخد سفر فاصل سفر اربع سنت او تاخدها مباشرة على علامة الاكسل موجودة في الاعلام يعني ما تشاهد الاعلام لانه تطبيق مليان اعلانات يا شاباب صراحة وهذا الشي والله يعني انا ما حبد يعني الاعلانات بشكل كبير صراحة يعني بخصوص اذا انت تشتغل عليه المهم بعد ما تجمع النقاط يا شاباب رح ليش خبرتكم انه لازم تسوي تسجيل دخول سواء بحسابك فيسبوك او بحسابك او بالاماي الخاص بك سواء حساب جوجل بلاي او اي ان كان يعني لا قدر الله ضعم انك الجهاز او حدد شي يعني حدد شي ممكن انك مش عارف انت فرمت جهازك او عملت فرمات لجهازك فاقل شي انك تسترجع النقاط لي انت كسبها من قبل حتى ما تقيد كل شي من جديد هادا الطريقة ايضا ايضا تايب زي ما تشوفون يا شاباب تايب سهدي يعني اذا تسويها رح يعطيك يغير لك اماكن المربعات يعطيك افضلية اوكي وراح انا الحين لغيتها ولكن في المرحلة الثانية في المرة الثانية لما يعني ما تصير عندي زي ما تشوفون وراح اعطيه تراي اقين وراح اعطيك تشاهد فيديو اقل شي يعني اعلان وبعدها يعيد زي ما تشوفون يفجر بعد المربعات وانت الباقي اذا عندك فرصة انك تلعب تلعب اذا ما عندك خلاص زي ما تشوفون هذي ثاني مرة اخذنا 0.37 سنت يا شباب وهذه زي ما خبرتكم اكيد انك لما تجمع النقاط يا شباب اللي تخص او الدولارات اقل شي في الدولارات ما راح نتكلم عن الكوينز الكوينز تجمع قيمة 10 دولار او 25 دولار بكيفك الشي اللي تريد تسحبه تسحبه اوكي زي ما تشوفون هذي بطاقة تانية يا شباب نجمع على ان نوصل 100 دولار اللي تخص البطاقات اوكي اذا تجمع اتمنى انه الشرح واضح يا شباب حتى ما تسألوني كتير المهم زي ما تشوفون حين صارت مع انا 18.07 سنت يعني زي ما شاهدتم في بداية الفيديو اوكي هاي كيف جمعتنا يعني ما صورت فقط بجيم يا شباب حتى اوريكم الطريقة وبس اوكي المهم الكوينز اكيد انه بعد ما تجمعه راح تستبدله سواء بطاقة 10 دولار ياخد منك 204000 نقطة كوينز حتى تجمعه وراح تجمعه وصدقني الكوينز راح تجمعه باسهل الطرق اقل شي تشتغل ما راح تقول لك زي ما خبرتك يومين او ثلاث اهم شي انك تشتغل اعلى التطبيق اقل شي اسبوع او عشرة ايام اذا تلعب زي راح تحصل صدقني انك راح تحصل البطاقة بدون تعب يا شابب وما في مهمة ولا ايش يعني الكل يلعب يعني طريقة بسيطة جدا يا شابب اتمنى انه الشرح كان واضح يعني والكل فهم الاستراتيجية لكيف ياخد منها هاد النقاط او اذا تلفل زي ما تشوفون هو موجود الآن الحيل لفل ثمانية لكن وصلت لفل ثلاث يعني تسعة وعشرون زي ما تشوفون كان بقالي لفل واحد حتى احصل ثلاثة دولار لانه بعد ما تلفل في كل لفل يعطيك دولارات مباشرة يعني بدون ما وصل تسعة وعشرون اعدت من جديد يعني صدمة والله يا شابب لكن راح اعيد الكرة والعب يعني باستمرار حتى ارجع المستوى المطلوب حتى اخد ثلاثة دولار في المستوى الثلاثون اوكي فيما يخص هذا البطاقة زي ما خبرتكم لما توصل مئة دولار راح تسحبها مباشرة فيما يخص البطاقة الموجودة هنا اما الكوينز لما تجمع مئتان واربعة الاف كوينز راح تستبدالها مباشرة وارح اعطيكم طريقة لاحقا في كيفية السحب يا شابب اوكي انا ما راح اطول عليكم بإذن الله في هذا الفيديو وممكن بعض بضعة ايام راح اعطيكم طريقة السحب يا شابب بإذن الله فقط اتمنى يكون عندي وقت يا شابب حتى انشر لكم لانه لعبة تقود وفي نسخة تجريبية قادمة وفي كل شيء المهم احاول بإذن الله اني استعجلكم بهذا الفيديو المهم الى هنا دمتم فرعة الله وحفظه اتمنى من صميم القلب اللا تبخلوا عليه بلايكاتكم ومشاركة المقطع مع اصدقائكم والليريدي استخدم قوتي زي ما خبرتكم فضلا وليس امرا موجود في وصف هذا الفيديو وفي التعليق المثبت اذكر اللايك مجاني وتقديرا لتابعه دمتم فرعة الله وحفظه ومع السلامة شابب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة